يلا بينا نقرأ رسائل الانستجرام بدون معرفة الطرف الاخر فتابع معاي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة كده هقولك ازاي نقرأ رسائل الانستجرام بدون معرفة الطرف الاخر ياريت بقى قبل ما نبدأ شرح النهاردة تصلي عن نبي في الكومنتات وتعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وما تنساش تصلي عن نبي علشان تاخد السواب تاع الصلاة على النبي وتنساش تعمل لايك لفيديو وايلا بننا ادخل مع بعض كده على الانستجرام نفتح الانستجرام مع بعض طبعا الانستجرام نازل تحديدتات كثيرة جدا ما تنساش تعمل تحديث الانستجرام عشان ينزل عندك المميزات الجديدة في الانستجرام نزل المميزات جديدة جدا في الانستجرام particular хочешь لا نزيل assignmentという فارد تشاهدتها بتحديث حتى ينزل عندك المميزات الجديدة يلا بننا نذهل مع بعض على قسم الرسائل وبعدين من روح على المحادسات المحادسة اللي أنا عاوزة أعمل لها يعني أقرأ الرسالة بدون معرفة الطرف الأخر نضغط عليها كده زي ما انت شايفين على المحادسة بتاعتنا كل علي طيب مافيش للكل لأ مافيش للكل كل محادسة للوحدها يعني بنروح على اسم الشخص اللي احنا عاوزين نعمل قراءة الرسالة بدون معرفة الطرف الأخر بدون مايعرف بيظهر لك الصفحة دي كده كل علي بروحpunkt الخصوصية والسلامة بضغط عليها وهنا عندنا مؤشر اسمه مؤشرات قراءة الرسائل بتلاقيها مفاعلة انت بتقفلها بالشكل ده بمجرد ما بيبعتلك او بتقرأ الرسائل مهما تقرأ الرسائل بتاعته مش بيظهر عنده انت قراءتها او تمت المشاهد بس كده ياريت لايك الفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته